صراع قديم يترجدد بين حين وحين بين الأحزاب الحاكمة في كردسان العراق لأثار اليوم عقب تنازع دوائر صناع القرار على تقاسم السلطات والثروات تقابلها اتهامات متبادلة بالتقوين والارتباط بأجندات خارجية كانت من نتائجها ارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة والتزايد بمحاولات الهجرة من كردسان العراق إلى أوروبا الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وصلت إلى مصة والتشضي والانقسام الداخلي ولسيما بعد أزمة سقوط طائرتين الهلوكوبتر التابعة لميليشيا حزب العمال الكردساني ومقتل جميع عناصرها وكيف أن هذه الحادثة كشفت عن حجم تغلغ لميليشيا قصد المصنف أرهابيا من قبل تركيا في السليمانية ما دفع عنقرة إلى تعليق رحلاتها من وإلى مطار السليمانية بسبب أنشطة ميليشيا حزب العمال الكردساني وتهديدها أمن المطار الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردساني له الرشيخ جينكي أكد أن الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني على طريقة الحكم وإدارة السليمانية ووصلت إلى مستوى الانقسام محذرا من تداعيات سوء استخدام السلطة والتصرفات التي وصفها بغير العقلانية بدورها قالت السلطات في إربيل إن نائب رئيس حكومة كردسان قباد طلباني جعل حكومة السليمانية خاضعة لأجندة حزبه ووصفت إياه بالموظف الفضائي مؤكدة أنه لا يحق له الحديث عن تقويض أمن السليمانية بسبب عرقلته لأي جهود أمنية وعلى إثر الاتهامات المتبادلة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردساني تصاعدت حدة المخاوف من صدام عسكري تغذيه نزاعات الانفصال والرغبة بالتفرد بالقرار وهو يكشفها شاشة العلاقة بين الأحزاب الحاكمة في كردسان العراق